في الكتاب ديالي العدمية البراغماتية اكتبت اننا خاصنا نديروا اتنسيون بزاف مع الحب الحب هو اصعب حاجة تقدر تطبق معها العدمية البراغماتية حيتي هرس كل البرماجة اللي مبرمجينها كلنا غادين بواحد النظام مفروض علينا تتجوع تتاكل تتعطش تتشرب تتعيا تتنعس معدناش حرية ارادة حقيقية حياتنا كلها غادة بحل شي مسلسل حامض ما فيه لا تشويق لا اطارة معروفة انها يديا لهم لحلقة الاولى الحب هو الحادثة الوحيدة اللي تتخرجنا من روتين الجينات والموحد نهارة تتحب تتحس الاول مرة في حياتك انك عايش انه كاينة شي حاجة اخرى من غير ذاك الروتين البيولوجي اللي اكتغادي فيه الحب هو التمرد على الطبيعة ذاك شي علش نهارة تتحب تتحس بواحد اللدة فريدة من نوعها مختلفة على باقي المال الدات منتا تحب واحد الانسان بالجسد ديالك تترون تتخبلك السينتا تتولي غير غادي جاي بحل البوهالي المسلسل ديال حياتك تزيان منتا يدخل فيه الحب لكن بحل جامع المسلسلات تال مسلسل ديالك غايوصل للموسم الرابع او الخامس وغايطيح تقييم دياله الحب تيج بدل محب بحل الضو ديال البولة اللي تيج بدل الفراشة الفراشة تتحس بالدفع تتحس بالعناية ولكن تتبقى تقرب تقرب منتو تتتحرقوا لها جناوح كون كنا فراشات كنتي غتشوف العدد الهائل ديال المعواقين اللي مبقاوش قادرين يطيروا بل غتشوف واحد المنظر غريب فراشات اللي عندهم جناح واحد او نص جناح وما زالت يتقاتلوا باش يوصلوا للبولة هاد شي هو اللي كتبت ولكن بقدار نراسي علاش ما تعمقتش اكثر في الموضوع لانه موضوع مش سهل والدليل على انه ماشي سهل حاول تسول راسك دابة شنو هو الحب غتلقى صعوبة كبيرة مشي تتربط ليلة على شنو قالوا الفلسفة على الحب تصدمت تصدمت لان حاجة بهاد الاهمية اللي ممكن تغير لانسان 180 درجة واللي بسبابها طاحوا ممالك وتقتلوا الملايين ديال الناس ماعطوهاش الفلسفة القيمة اللي تتستح فالخواطر ديال اليوم بنية على الفوتات الفلسافي اللي اتقال على الحب باش راجعوا لسؤال ديالنا شنو هو الحب غنت تفقوا على ان الحب هو احساس ميول رغبة هاربة فانك تكون مع شخص اخر انه يكون ديالك بوحدك انه يكون تقارب جسادي معه ولكن هنا في انكال المشكلة منت تقول انك عندك ميول عندك رغبة باغي تكون مع ذاك الشخص وش حيت فعلا تتحبو ولا حيت عاجبك جنسيا تتشهى جنسيا المشكلة التانية هو تعريف الحب على انه احساس وخد تفقنا انه احساس هاد المفهوم توافي مشكلة الى تأملنا شوية غالقوا انه اكثر من احساس حيث مثلا الغضب احساس الحزن احساس الفرحة احساس ولكن هادو كاملين ما تطولوش مش بحل الحب الحب تطول الحب عوثاني يقدر يحتوي يحتوي ما يمشيش دماغك بعيد يحتوي هادو الاحاسيس كاملة حيث غا تعيش هم كاملين في علاقة دي الحب الحب غا يكون هو الايطار ديالهم والاصل ديالهم الفيلسوف بيرنسون اعطاه واحد تعريف اللي ممكن يعاوننا باش نديروا الفرق تيقول بيرنسون ان الحب في الاصل دياله ناشاط مش الزهو ناشاط اكتيفيت الحب هو اننا نعطيه بكل فرح الدات ديالنا الوقت ديالنا الافراح ديالنا الهموم ديالنا النجاح ديالنا الفشل ديالنا الحزن والبهجة ديالنا نعطوهم باهتمام عميق للاخر هاد تفسير زوين ولكن تيركز غير على جانب التضحية انت تطعطي 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 نورمال ما كينش حب بلا تضحية ولكن باش نديروا توازن خصنا نزيدو تالجانب ديال الاخد انك تحب واحد الانسان تعني انك مستعد تحيد من عليه جميع همومه وفي نفس الوقت عندك امل انك تتمتع معاه بكل ملدات الحياة بنسبة لبزاف ديال الفلسفة الحب ماشي شي حاجة ايجابية علاش حتي يطير العقل حتي ماشي عقلاني ذك شي اللي تديروا بسبب الحب تيكون ضد العقل والمنطق كين فلسفة اللي تيشوفوا الحب مجرد خدعة باش نحققو التوالد كين اللي تيشوفوا رغبة جنسية محضة سقراط من الفلسفة القلال اللي اعطاوا للحب بعد ايجابي كبير السعادة عن سقراط هي الحكمة البحث على السعادة هو البحث على الحكمة فبما ان الحب هو بحث على السعادة اذا الحب فيه الحكمة فمن تنحبو تنوليو اكتر حكمة تنكتشفوا الحقائق المخفية علينا للحقائق اللي تنفهموا بها الحياة اكثر هادوك اللي تنحبوهم تفكرون بالحويج اللي كين فينا ولكن سينها مثلا من تنشوفوا جمال الحبيب ولا الحبيبة تنذكروا فكرة الجمال هذا تقريبا الفهم ديالسقرات للحب كيفما عرفنا الحب كيفما فهمناه غايب قديمة ذاك الفيل في الغرفة ذاك الموضوع اللي ما تنبغيوش نجبدوه ولكن هو الأهم على كيفاش غانتعاملوا مع نهاية الحب وهنا النهاية قدر تكون أي حاجة وش ممكن تعويض الحبيب كين اللي دار هاد المسألة هادية الشرط للحب باش نسميه حب يعني إلا كان ممكن نعوض الشخص إذن رغم ما حب ما التوزى هذا نهاية الحب هو الجانب المظلم ديال الحب الحقيقي لكن تنظن أننا ممكن تعاملوا معاها بأقل الأضرار إلا فهمنا الصورة الكبيرة علش تنطمر من تيفارقنا الحبيب واش حيت بغينا الحب يدوم وغات قول لي ياوي غنقول لك ره الحب بخصو يدوم على الأقل من جهتك إلا كنت فعلا تتحب غات قول لي يا بغيت العلاقة تستمر واش ما فكرتيش أن هاد العلاقة اللي مخليك تضطير بلا جناح بالفرحة تقدر تكون مسببة عاصل الآخر وخاقع يكون تحبك الأنانية وحب التملك هو اللي تخلينا نعانيه هذا ما تعنيش أننا ما يمكنش نحزنه نكتأب وقاع واحد المدة معينة نورمال لكن الحب خاصه يكون هو الغالب في النهاية هادك الشخص اللي كنا مستعدين نحركه الجبال من أجله راه باقي هو هو وخاعد علينا شوية الفراق يقدر يكون فراق جسدي لموت مثلا أكيد ما تقدرش تعود الحبيب لكن ديك الذكريات ديال الحب الجميلة اللي دو استمعاه ما يمكن حيد هالك التوح ترجمة نانسي قنقر